صباح الخير عليكم متابعين وفاق السلامة اليوم سوف نقوم بعمل القهوة سوف نقوم بعمل القهوة انا جربت انواع كثيرة بصراحة القهوة اسمها مكة كافي هناك انواع قهوة فرنسي وقهوة بالبندق يطعمها جيدا هذا النوع بالذات اسمها مكة كافي هناك نوع الثاني لونه أخضر لكنه جيدا جدا انا لسه اول مرة اجرب اللي هي بالبندق بس انا جربت اللي قبله فكان حلو كنت جايبة وسط بس كان حلو بصوا هي باين رحة القهوة ان شاء الله تطلع حلوة بس بصوا اهي دي اللي قابليها نحط دول مع دول بس ان شاء الله يارب تعجبنا بإذن الله وهقول لك على طعمها بعد ما اجربها هي لونها فاتح كده فانا هاجهز كانكة قهوة وقلوكو على طعمها ايه ورأيي فيها بالزبط هحط السكر بتاعي بحط معلقة كبيرة انا بحب اشرب القهوة في الكنكة الفخار بتسويها وتخلي طعم البن فيها حلو جدا من اول ما نزلت على طول جبتها بصراحة عجباني قوي حتى كل اللي بيجي عندي بيشرب منها بيقول يعني طعم القهوة انا شخصيا من عشاء القهوة بحبها جدا حط المية بتاعتنا وحنحطها على النار بالوقتي على نار هادية جدا يعني اول ما هتفني على طول او اول ما هترتفع وتبدأ اي بقى انها خلاص يعني توصل للحفة بتاعت الكنكة باشيلها من عنار وصبها في فنجان انا هنا مطير نار على الاخر يدوب وحطاها فسبع كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهي بدأت تشتغل فيها النار وبدأت تسخن الكنكة وهتجدينا طعم زي الفل بعد ما انتهيت من القهوة احب اقول لكم رأيي فيها رأيي فيها حلوة بس هي زي ما قلتلكم البندق فيها طعم وطاغية عن طعم القهوة الناس اللي بتحب القهوة صريحة يعني سادة او خام لا هتحب النوع التاني ان شاء الله قريب اعملكو فنجان برضو قهوة حلوة كده بالنوع التاني باذن الله اشوفكم على خير الفيديو صغير اتمنى ما تنسوش اللايك بتاع الفيديو واشتراك في القناة اللي اول مرة يزور القناة عندي ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني سلام عليكم كانت معك وفاء السلام اشتركوا في القناة